البحر الأحمر معروف من الناحية استراتيجية هو ربما يكون مخنق العالم يعني تمر عبره 12% من التجارة العالمية وهو يعني منطقة لا يمكن تجاوزها إلا بتكاليف كثيرة التجارة بين الشرق والغرب تأتي عبر هذا المضيق وبدرجة خاصة أيضا تجارة النفط أو تجارة السلع المختلفة بين أوروبا وآسيا لهذا السبب كان التنافس وكانت الخطورة على أشدها منذ مراحل طويلة في التاريخ